بدنا ننتقل الآن إلى محافظة الكرك وهي قضية أيضاً تبعناها قبل ذلك منذ أكثر من عشر أعوام يطالب سكان الثانية في محافظة الكرك بإقامة مشروع للصرف الصحي اللي رصدت له مبالغ بقيمة 20 مليون يورو موولة من بنك الإنماء الألماني إلا أن الوعود حتى الآن ما زالت تراوح مكانها ما هي التفاصيل وعندما عرضناها على برنامج من هنا نبدأ ما هي الوعود اللي تلقيناها كل ذلك وأكثر مع زميلنا أسامة الإقضاء من الثانية يعطيك ألف عفية أسامة يعني عرضنا تقرير موسع حول هذه المشكلة شح لنا المشكلة تفاصيلها والوعود التي تلقيناها أيضاً نعم بالفعل أنا الآن موجود في منطقة الثانية في نفس النقطة التي تواجدت فيها العام الماضي ونفس النقطة التي تواجدت فيها أيضاً العام الذي قبله هذه المنطقة هي إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية وهي أيضاً هناك اضطراد في زيادة أعداد السكان في هذه المنطقة هي من المناطق الغير مخدومة في خدمة الصرف الصحي هذه المنطقة أيضاً من أكثر المناطق التي تستخدم الجور الامتصاصية والتي يوجد بها السكنات وهذا يؤدي أيضاً في بعض المراحل وفي بعض المناطق إلى مكاره صحية بسبب عدم وجود الصرف الصحي العام الماضي كنا في هذا المكان وكان معنا مدير مياه محافظة الكرك مدير شركة مياه العقبة المسؤولة عن ملف المياه في محافظة الكرك المياه والصرف الصحي ووعدنا بأن خلال هذا العام يعني نهاية شهر 12 من عام 2023 أو بداية شهر 1 من عام 2024 بأن يتم البدء والمباشرة بأعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي ولكن لغاية هذه اللحظة لم يتم تنفيذ أي من هذه الوعود أو أي من هذه المراحل طبعاً مشروع الصرف الصحي هو مشروع يقسم إلى مرحلتين سبع محطات رفع في المرحلة الأولى تضم أنطقة مناطق الثانية والمنشية ومرحلة الثانية محطات رفع أخرى تضم المناطق المحيطة من أدر والغوير وغيرها وبعض مناطق المرج للحديث أكثر حول هذا الموضوع وأيضاً من خلال متابعات المواطنين لهذه القضية مع وزارة المياه ومع شركة مياه العقبة ينضم إلي الأستاذ تليمان الصعوب وهو أحد أعضاء اللجنة الشعبية في محافظة الكارك بالفضل عندي أستاذ تليمان يعطيك العافية سيدي سيدي تحدثنا عن آخر المتابعات التي تمت ما بينك ومع بين وزارة المياه وشركة مياه العقبة ألا أعطيك العافية بداية أنا أتوجه بالشكر لقناة رؤية لمتابعتها لجميع مشاكل المواطنين في جميع محافظات المملكة ومن هذه المشاكل هي مشكلة الصرف الصحي في محافظة الكارك يعني موضوع الصرف الصحي أصبح الآن حلم لكل الكاركية إحنا من خلال جمعية ميشع المؤابي قمنا بحملة مناصرة وكسب تأييد لموضوع الصرف الصحي وكان معنا يعني ساعات النائب أحمد القطاونة وإن حوالي السنة بنتابع في موضوع اللي هو الصرف الصحي وخلال هذه السنة كل ما حصلنا عليه هو عبارة عن وعود بتنفيذ المشروع يعني أول واعد أخذناه كان عساس أنه بشهر 12 إلى 2024 شهر واحد 12 أنه ينزل العطاء لكن لم يتم طرح العطاء ومن ثم تواصلنا مع المسؤولين مع الأمين العام لوزارة المياه ومع عالي وزير المياه ومع المهندس المسؤول عن الصرف الصحي في الوزارة وكل ما حصلنا عليه هو عبارة عن وعود الآن هي عبارة تظهر أنها عبارة عن حجج من قبل الوزارة أنه هناك بعض الاعتراضات على موضوع الصرف الصحي أو اللي هي محطة الرفع الموجودة في منطقة زحو يسيدي قانونيا قانونيا القانون بقول على المتضرر أن يلجأ إلى القضاء هذا مشروع بيخدم المواطنين كافة ما بوقف على شخص ولا شخصين أنت شخص متضرر تلجأ إلى القضاء لكن لا تكون حجي للوزارة أنه تحطها عقبة أمام تنفيذ هذا المشروع هذا المشروع بيخدم كل الكرك ونسبة لتغطية الصرف الصحي في محافظة الكركة 10% فقط من المحافظة يعني أقل محافظة في المملكة كلها فإحنا مش عارفين شوية الأسباب اللي أدت إلى أنه تأجيل طرح هذا العطاء كل مرة بعطونا حجة مختلفة إحدى الحجاج بيقولك أنه المانح ما بده أي اعتراضات في المشروع يا سيدي أنت قدم للمانح المشروع بدون أي اعتراضات وأي اعتراضات تظهر أو أي قضايا استملاك تتكفل فيها الوزارة يعني حتى أنه يعني القانونة بالدستور الدستور بيقولك في نص المادة داعش أنه لا يجوز نزع ملكية أي مواطن إلا للمصلحة العامة وبعد تعويض العادل وفق القانون يا أخي هاي مصلحة عامة الآن الاستملاكات صارت مشكلة يعني هي حجة أو علثة حتى أنه ما يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي أم هناك أسباب ثاني أخرى إحنا ما بنعرفها طيب بالنسبة لهذا التأخير اللي حصل في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بعد الوعد ببداية الإنشاء وبداية بدء العمل في هذا المشروع في شهر واحد هل كان هناك رد من الوزارة عليكم أنتم كلجنة شعبية بأسباب هذا التأخير أو متى سيتم البدء بتنفيذ هذا المشروع سيدة تم التواصل والمتابعة مع الأمين العام وكان على أساس أنه يتم تذليل جميع العقبات الموجودة وعلى أساس أنه يتم طرح العطاء في شهر أربعة الآن خلص شهر أربعة وإحنا الآن بشهر خمسة ولكن ظهرت مشكلة جديدة بيقول لك اللي هي رجعنا على موضوع اللي هي الاعتراضات الشخصية من المواطنين طيب سيدة إحنا قلنا الحل موجود إذا أنت متضرر إجاء للقضاء القضاء بحكم لك بالتعويض إليك حق بتأخذ من القضاء هذا مشروع عام مشروع لكل المواطنين في الكرك أنت توقفوا على مشكلة على شخص معين شكرا إليك والأعطيك العافية نعم رانيا يعني كما سمعتي من سيد سليمان صعوبة وعضو لجنة الشعبية من محافظة الكرك والمتابع لهذه القضية أيضا كان هناك بعض من الإشاعات وبعض من الحديث الجانبية بين المواطنين ونحن نعلم عن هذا الأمر بأن مخصصات المشروع قد تم تحويلها لمشاريع أخرى في وزارة المياه نظرا لتعثر هذا المشروع والذي تعثر أيضا بسبب اعتراضات من بعض المواطنين في الأعوام السابقة ونحن الآن نسمع بأن هذا المشروع أيضا يتعثر هذه السنة بسبب اعتراضات أخرى دون تقديم المصلحة العامة على هذا الأمر نريد تأكيد من الوزارة هنا المواطنين يطالبون بتأكيد من الوزارة بالحفاظ على مخصصات مشروع الصرف الصحي لمحافظة الكرك كل الشكر لك مراسلنا أسامة الإقضاء كنت معنا من أثنية من الكرك وننطق المباشرة إلى المهندس رشاد العضايلي وهو مدير مياه محافظة الكرك يعطيك ألف عافية بداية المهندس الله عافيك أخترانيا ومساء الخير لك ومساء الخير للأخوة المشاهدين جميعا أهلا بك يعني لربما هناك أسئلة حول مشروع الصرف الصحي في الكرك هل يواجه اليوم عتراض؟ وما هي التحديات أمامكم لتنفيذه؟ نعم أخترانيا الحقيقة نسبة الإشغال في الصرف الصحي لمناطق الكرك مثل ما تصدل لست سليمان هي 11% وليس 10% يعني تقريبا نسبة مقاربة 11% من مناطق الكرك مشمولة بالصرف الصحي طبعا منطقة الثانية هذه من أكثر المناطق اتضابا في الكرك وهي الأكثر حاجة لمشروع الصرف الصحي قبل فترة فعلا ارتفت 18 مليون يورو من الكيف دابليو ومن بنك الإنماء الألماني لتنفيذ حزم للصرف الصحي في هذه المنطقة الآن اتعرضت المنطقة طبعا بعد ما حددوا مواقع محطات الرفع والجاري العمل بالاستملاكات صار فيه اعتراضات من بعض المواطنين على هذه المحطات اللي هي محطة رفع رقم أربعة في أس فور وفي أس ستة ها يتم الاعتراض عليها من قبل الأهاري طبعا مثل ما برضو كمان الأستاذ سليمان فضل الآن احنا فيه مدة قانونية للإعلان على الاستملاكات وبتم بعدها الاعتراضات وبنبدأ احنا في تنفيذ المادة 11 من الدستور اللي هي الاستملاكات للمنطقة العامة الآن احنا جوزنا هاي المرحلة طبعا طبعا فيه اعتراضات على المنطقة الاعتراضات أدت أخطرانيا إلى إعادة تصميم المشروع من أول وجديد يعني هاي المشكلة بس مش إنه احنا استملكنا احنا غيرنا قطع الأراضي هاي بلشنا في تصميم المشروع من أول وجديد وأنهينا التصميم للمرحلة الثانية الآن بعد المرحلة الثانية منذ ينصار فيه عندنا اعتراضات برضو أيضا على الأراضي اضطرنا الاستعمال المادة 11 من الدستور وطبقنا قانون الاستملاكات طبعا احنا الآن في طور الاستملاكات للمناطق المشروع كاملة أنهينا تقريبا 95% من استملاكات المشروع وهذه المرحلة متقدمة جدا يعني في المشروع وإن شاء الله في اجتماع للممول خلال الأيام القادمة وطبعا قبل هذه الفترة تم تأهيل أربع مقاولين على المشروع تأهيل فني للمشروع والآن وسائق العطاء جاهز بإذن الله وسيتم بيعها للمشروعين والبدء يتم في ذلك المشروع نعم كل شكر لك المهندس رشاد العضاي لمدير مياه محافظة الكرك ترجمة نانسي قنقر